سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لعب ويبقى 18 سنة فتقول ايه لسه بدر عليه عايز ينشف شوية 18 سنة بقى لكن نجمز جزاير امين شياخة مبارح فجئني بمستوى يعني مش متوقع بصراحة نزل وفرقته مهزومة يجيب هدفين ويقدر يتعادل لفرقته نزل في ديئة 75 وشفت الهدفين على اعلى مستوى يستحق يعني كنت بقوله ان هو مستقبل الجزاير لا بصراحة كده هو يعني ممكن يلعب دلوقتي اساسي لانا شفته مبارح لما كنت شفته قبل كده و18 سنة ولسه سان فت كان في فريق الناشئين قلت يعني ياخد له سنة سنتين لا مستوى بيقول غير كده مستوى بلون يعب اساسي دلوقتي في منتخب الجزاير بصراحة اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعمنا بلايك هشوف مين اللي بيدعمنا وبيحبنا ويدعمنا بلايك دلوقتي عشان بس الفيديو ينتشر بصراحة تابعة مبارح مبارات كوبنهاجين وفريق الشهير باشا التركي طبعا الدوري التركي احنا عارفينه دوري شارس جدا واندية كبيرة فانك تبقى 18 سنة وتنزل مع فرقتك الشوت التاني فرقتك مهزومة واحد سفر وتسجل هدف التعادل بعد خمس دقايق من نزولك بعد هدف ايه هدف بتاع فرود فرود واقف زميله بيشوته وترجع هو مستعد ردت خدها زي ما جد خدها بصدره وبرجله في الزوال بعيدة فرقة التركية كانت كلها جوه جوه دخلت لانه حطتها في حتة روعة يبقى عنده الحماسة وعنده زي الفهد قدام المرمى وكمان بيعرف يوجه الكورة ده الهدف الأول بعد كده فرقة التركي جاب سجون بقى 2 واحد ما استنوش ان هم يفرحوا طيئة من شايخة وجاب هدف رائع هدف فرود بجد رفعته من ناحية الشمال خد الخطوة الخطوة دي حجبة المدافع المدافع ما شافش الكورة خد الخطوة وطلع وحطها في البعيد الحارس ما تحركش الحارس كان عايز يطلع على الموبايل ويصورها بس مقدرش يصد بصراحة الهدفين دول وطول المؤتمر الاوروبي دوري المؤتمر الاوروبي لا هو كبر قبل الاوان ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخسب مش عايزين نحسده ولكن انا بقول كلمة حق قلت انه ممكن يبقى مستقبل اه طبعا هيبقى مستقبل الجزائر بس انا من رأي ان دي الوقت ممكن بقى اساسي دي الوقت انا بنشوف بنشوف معسكرات الجزائر في لعب النهار ده يبقى كويس المعسكر اللي الجاي مصاب اه لعب بيلعب مع فرقته المعسكر الجاي ما تلاقش بيلعب مع فرقته فيه تغيرات كتير فانا من رأي اه لعيب زي ده بنفس المستوى ده والسبات ده يلعب اساسي ومبروك عالجزائر مهاجم سوبر زي ده بجد يعني انتظرونا بالليل هكتبلكو احسن 11 لاعب يمثله منتخب الجزائر هكتبلكو احسن 11 لاعب على الصبورة وانت تشاركني ومن دلوقتي اكتبلي احسن 11 لاعب يمثله الجزائر شكرا